مرحبا بكم في بوابة البصريات السودانية موضوعنا اليوم عن حساسية العين تعتبر حساسية العيون من الأمراض الشائعة التي يعاني منها معظم سكان العالم وهو نوع من فرطل استجابة المناعية أنواعها أولا حساسية موسمية تزداد في مواسم معينة مثل موسم الربيع والفواصل بين موسم الصيف والشتاء أو مواسم الحصاد للسكان الذين يقتنون بالقرب من المناطق الزراعية ثانيا حساسية مزمنة تحدث نتيجة لخلل في الجهاز المناعي للإنسان أو التعرض بصورة مستمرة لمؤثرات خارجية تثير الجهاز المناعي أسبابها الرياح المحملة بالأتربة والغبار حبوب اللقاح من الأشجار والحشائش والمزروعات وبرو وفراء الحيوانات ارتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس الجراثيم المتعفنة المواد الكيميائية أعراضها إحمرار العيون إحساس بالحكة انتفاخ الجفون زيادة في إفراز الدموع علاجها عند الإصابة بحساسية العين يجب التوجه لطبيب العيون حتى يصف العلاج المناسب لها مثل استخدام مضادات الهستمين لتخفيف الإحساس بالحكة وتقليل الدموع وهناك أيضا قطرات الكورتزون للحالات الصعبة إذا لازم الأمر الوقاية الوقاية تعتبر الوقاية حلا جذريا لمعظم أنواع الحساسية وذلك بالابتعاد عن مثيرات الحساسية عدم دعك العين والاكتفاء بغسلها في حالة الإحساس بالحكة لأن ذلك يزيد الحساسية وضع كمادات المياه الباردة على العين لعدة مرات يوميا عدم استخدام العدسات اللاصقة لأنها تزيد من أعراض الحساسية بنسبة للمرأة فيجب تجنب أنواع الماكياج التي تسبب حساسية بالعين ترك الحيوانات الأليفة خارج المنزل ارتداء النظارات الشمسية ذات المواصفات الطبية لمنع دخول الأشياء فوق البنفسجية الضارة إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر اشتركوا في القناة